الفرنجي في البداية هل لك تعليق على ما جاء على لسان السيد سيدوتي وهو يعدد الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ويقول بأن العدالة ستأخذ مجراها لكنها ستكون بطيئة تحية لك ولجميع المشاهدين كان سؤالك الأول حول منع السيد سيدوتي وجميع عضاء اللجنة من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وإلى دولة الاحتلال للتحقيق في الجرائم رغم اختصاصها وفق القرار مجلس حق الإنسان بالتحقيق في هذه الجرائم سواء اقترفت في أرض دولة الاحتلال أو في الأرض الفلسطينية المحتلة ولكن لم تسمح إسرائيل سابقا ولا لأي لجنة دولية الدخول إلى الأراضي المحتلة والتحقيق فيها والآن لا تسمح بدخول أراضيها حتى في إدعاءاتها للبحث في ادعاءاتها لأنها ستكتشف زيف ادعاءاتها وأنها بروبغاندا عسكرية حربية وأنها تريد فقط التأكيدات السياسية وليست التأكيدات المهنية الحقوقية عادة ما كانت منظمات حق الإنسان وكان الموظفين رسمين الفلسطينيين يذهبون للقاء الليجاني الدولية سواء في جينيفر أو في عمان أو في القاهرة ولكن لم يسمح لهم بالوصول إلى الأراضي الفلسطينية والنظر بأم أعينهم في هذه الجرائم المختلفة ومقابلة الضحايا فبالتالي ليس مستهجناً ما تقوم به دولة الاحتلال وأنها اليوم هي تمنع أعضاء المفوضية السامية لحق الإنسان كل الموظفين الدوليين ممنوعون من الدخول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة فبالتالي هذا ليس جديداً على دولة الاحتلال فهي تسعى إلى إخفاء جرائمها